ونبقى في قائمة التعهدات السياسية وتطمينات الاقتصادية فقد أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني استبداد أكثر من 300 مليار دينار عراقي من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرت الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بسرقة القرن من جانبها قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنون بلاس خارت أنها لا تشكك بقدرات السوداني في العمل على مقافحة الفساد المالي والإداري وتوفير الخدمات للعراقين بلاس خارت التي التقت في كربلاء المحافظة انصيف جاسم الخطابي بحثت في آليات التعاون الجديدة بين المنظمة الأممية ومحافظة كربلاء في عدة مجالات تتقدمها مسلزمات إجراء انتخابات مجالس المحافظات والإبعاد الإيجابية لهذا الاستحقاق